اشتركوا في القناة 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 ونحلوا الدوسيات من الكورة التونسية على قنطرة صحيحة ونشرعوا قوانين جديدة وندخلوا في احتراف صحيح ونرجعوا البيراميد الصحيح من الكورة التونسية خطر البيراميد متاعنا راه مقلوب طوى ونحن نتخدم في الليليت ونحن نتخدم في الماس والتكوين فين يكون في القاعدة باش واحد يمسح الجمهورية التونسية كما عملنا في السيف كامل ونحن عديناه نحضروا في المستقبل متاع الكورة التونسية شوفنا تقريبا الفين ملاعبي ما بين ناتيف دوميل ديس ودوميل نوف وبعدك الخدمة توقفت من قوت وذاك على شيء زمدوسيات تتحل سيد علي الخدمة مبارك مش في المتخبات في النواد فايم انا لك الشحكية هلو مش توصلك الناتيفة الفين والتسعة والفين وثمانية باي موضوع كبير طوال حلو في وقت رسيل ولكن عليش انا قلت لك لابده باش نرجعوا للقاعدة اكيد برب يسمحني اخوي اسلام والله كما قال سيد علي على تقييم والله هي وقت لي صارت كاس العالي مش فين وثمنتاش وشوفنا الكارفة معناه الملاعبية اللي جابوهم ما عملوش الترشح للفريق الوطني التونسي وتخلىوا على ملاعبية اخرين وشوفنا الاجواء متاع الفستير ما كانتش في المستوى العالي خلات اللي مبعد كوب دومون ديس ويت قالوا باش نعملوا تقييم قتلوا من التحدام كان يصير التقييم هذا كما قال سيد علي عام الفين وثنة دوميل فندو كوب دومون في قطر نفس الشي باش نعملوا تقييم قتلوا من التحدام باش نعملوا تقييم اليوم رأوا المكانيات وكما قالوا الوخيان على نفو دلا فرماسيون دي جون عنا رأوا دي بي بيت اقسموا بالله علي العظيم انا مشانا قلتوا لكلام هذي انا جاء سيد من من شاسي لونيت وعطي بشي تفرج في مباراة الترجل الريد التونسي والنجم الريد الساحلي في رادس قالوا وينت كونت هذيتو المستقبل هذي ممارسا ويتفرج قالوا سي بانورمال قتلوا شو قالوا سي انتالان والله سيد علي الوخين الكل اللاجدو ديزان ويطان اكستيريور انتيريور قتلوا اني ناكم سا قالوا علش العمل هذي ما توصلوش به وصلت بي فرنسا وصلت بي كرواسيا وصلت بي ألمانيا احنا ديما لريزلطات منجي منجي الهني في اللي ذاعة ذاية الجمعة الاخرى اش بدنا على شكون؟ على قوساي على قوساي مع عشا صحيح قبل ما يلعب وقوساي نعرف وعندي عامل تالي وانتي بيدك جيت مرة تفرجت وقتها دومي لسيت اي صحيح انا مشيت لطارق ثابت انا مشيت لطارق ثابت قتلوا الولاي دعملو كونتراتو وستان جوار قياد بكوت كاليتي معاش في تلقى بنا بس دالي بي تجمو تخليونا حاد انتم سيد المتابعين تعليقاتكم اللي قاعدين تابع فينا بكثافتكم الصحة لايف ستريمينج امتعنا تعليقاتكم ورايكم بخصوص المقابلة وإلا إذا فهم رسالة تحبوا تواصلوها وإلا تعالقوا على موقف تقال وإلا راي معجبكم مش بتباعة في كنف الاحترام حسني خاني اخو كلمة من عندي والله نشوف ما قالو شاي مازلنا كيبدين مازلنا شوف من المؤسف اليوم من المؤسف حقا أنه نشتنيه في مباراة منتخب التونسي بماضيه التليد بتقاليده بالملاعبية بالنجوم اللي عنده في التاريخ منتخب 78 وغيره أنه اليوم بش نقابلوا مدى غاشقر ويدينا على قلوبنا ويستار الله ويا ربي يستر فهمت لا نتجنب خيبة أخرى نحن مش نقصين خيبات يعني الوضعية هذية بصراحة وضعية دقيقة خطيرة يمر بها المنتخب الوطنية تونسي وكورة قدم تونسية عامة أنه وصلنا في مجموعة نحن كنا نظن أننا في طريق مفتوح للتارجح فيها جزر القمر وفيها مدى غاشقر وفيها فيمشليه غامبيا أننا في طريق مفتوح للتارجح إلى كأس مم أفريقيا اللي هو أضع في الإيمان يعني فهمت اللي تعاودنا تقريبا 94 شركة وحصنية بالضبط اليوم نقاور ويحنا في حسابات خلينا نحن وضعنا نفسنا هاد بحسابات هاد عليش ليه سبب بسيط لأنه نحن كما قالوا طولوخين كل أهدرنا على أنفسنا فرصة للإصلاح والبناء في إطار مشروع اللي تعادل كل حكي عليه قلنا خروجنا المخزي المخزي ما بين ظفرين من كأس مم أفريقيا الأخيرة على الأقل قلنا نجم وقتها نستغلوا نعملوا مشروع والناس كل وقتها كنا نجيبوا وايا قلنا نعملوا نجيبوا مدرب أجنبي من التراز الرفيع وعملنا مشروع يعني يعني تجربة الأمير وغيرها نمشيوا في النساقة ذاك ولكن ما راعنا الوقت والظروف في العشرة الجامعة آيا بارا بارك ندور وشنوه كل عالق المنتخب التونسي الإسلام يجني اليوم في سياسة الترقيع وسيس العشوائية والارتجال هاي يدرنا على اللي مين وعلي صارش كون المدرب اللي عليه شوية أجميع في تونس فوزي البنزرتي يجيب فوزي البنزرتي وحط معاه في مشروع زوزو خيان معاه وهكيك ومشينا في مشروع خذتنا العزة وبالأثم ربحنا الماتشو اللولي هو ضد مدغاش قلوم دقيقة تسعين رضا أربعة وظن كنا نظنوا كذا حتى لين إصطدمنا لأنه كيترقع حاجة ما تدوم لك شي رحو تمشي لك ربا ما تشدك شوية وقت لكن ما تترقيع لا يدوم فماش عمل منهجي علمي مدروس هاو مشروع عنا اليوم هنا كي ما كيانس عليه هاو اللي جان هنا وين نحب نوصل وبنائليات قينا رويحنا فهمش اللي في أداء يعني بصراحة مخيب للظن الهزيمة في تاريخية ضد جزر القمر ومبعد عملنا تعادل كيف كيف في المغرب قينا رويحنا يعني بصراحة في وضعية لا نحسد عليها بسبب يعني سياسة الارتجال هذي والعشوائية نجيبه فوزي بنزرتي يتنحها قايس يعقوب يجي في ندوة صعفية يقول أنا مدرب وقتي ومدرب طوارة لخي بنا عقلية وبنا تركيز وبنا ثقة هذا واقع مش غالته ولكن ليس كل ما ليس كل ما هو موجود يقال هل علن فما حاجات تسيرها معي جوالات قدوم ما يحتاجش بش يقولها حسني ناس كل التعرف اللي هو الجيب في فترة وضرين في معاين خلي انت تقولها وين أقول نحنا في وضعيتنا اعتارش عليش ما قلت الكلمة هذي أنا جيد مجرد ملاحظة لانو نحنا وضعيتنا بديم واثناش النقطة عنها هو حتى قال لكن احنا في وضعية حساسة وهشة والمنتخب التونسي مقبل على التغيرات حتى على المستوى القايمة فما ملاعبية اخرين وعملنا واحدة ونص واحدة واحدة في الوتيل يعني يا اسلام أنا لست متشاءن طبعا تفائل وخيرا تجدوه ولكن حتى كان ربحنا وحتى كان ترشحنا يا وخي بنا مستوى كان في مجموعة كما هكا نحنا عانينا الأمرين بش نترشحوا مالا غدوة كيجيك الكاميرون ويجيك الكود ديفوار والسينيقار شو بش نعمل هذا الكله بسبب يا اسلام مهم جدا غياب المشروع كرد قدمتونسية لن تقوم لها قائمة في ظل السياسة اللي متاع الارتجاب والعشرين لا لن تقوم لها قائمة ذي بالفصحة ما بتعرف نحنا أخذ الخدمتها في الوكالة كل العربية السيام فما حاجة نتفهموا فيها الظروف زدها اللي حاطت بالرحلة متاع المنتخب الظروف المادية اسم الرأي العام يعرف التدخل من الوزارة شباب والرياضة بتعليمات من السيد الرئيس باش اخذو ألف دينار اخذو تسبق تسبق على المسالية المسودة ألف دينار باش اخذو مليار خطر عنده التزامات مع الكيب لا كابر عنده التزامات دورت في مصر عنده او دي سات في تزير ولهنه نحل قوس دي جانهني المنتخب التونسي على الانتصار في كونتر الجزائر في الظروف المنتخب او دي سات او دي سات او دي سات اعمل قريب شهرين باش اعرف الظروف اللي تعدى بها المنتخب التونسي ورغم الظروف هذي المشايا المنتخب المغرب وبداية كانت انتصار وشاء اللاعبين من البرا الهنه يجب زادا نعطيه حق راه خدمة متاع عام ونص قاعدين نبعدوا برشة عن ماش خلينا ندخل شوية في الماش نحكو عن ماش هذا موضوع مهم هذا لازم نحلولوا وقت نعطيه وقته كما يلزم نحلوا الموضوع هذا على خاطر الحكاية السيد عليم هذي نشوفوا فيه المكياج هذا كله راهوا موضوع كبير لازم نحلوله بالدتاع المتاع اللي جون هما الساس صغيرات نحن نعطي لمحة على فلاش على المشكلة من اللي الأكاديمية وليت بالفلوس ولزمها تقعد بالفلوس لكن تحت الجامعة التونسية تشراف على خاطر الأكاديمية اللي قاعدين يحلوا يبدأ محله وبعد ما عادش يخلط ولي جيبوا لدخته من الدار يريني في الصغار ولي عنده الإمكانيات ما وش بش يلعب رو هذا الفين وسبع وشري ما عادش نقاو او دي سات و او دي زنف نوعدكم نرجعوا للموضوع ان شاء الله هو والملف الآخر الحارق زادا وشريين تحكيو فيه الموضوع ذلك لا لا مواخش تخيز أبوخطاني قالوا السعالية مش كاك هو الوضعية المالية للجامعة تونسية كورتقدم وما رافقها من استفهامات إلى اليوم الناسي هذا ايه صحيح صحيح يلزم زادة بلاعبية يعملوا جيست اللي يلعبو طوف السينيور يتخلىوا على بعض البريمات اللي بش يخذهم ويعونوا بهم من الناس اللي عندهم ظروف يعلم ربي لا عندهم يزيم اخذهوا لان اليوم راو تيبورت لما يودوا لكيب ناسيونال جي يبدأ عنده دروعة يعرفهم والدفوار متاعوا شنوه جي بش تعمل انت بش توري روحك بش تاخذ تولي عند قيمة تسويقية معناها كبيرة برشة اخدم البلاد في ظروف الصعبة البلاد اذا ما تلقاك اليوم تنجم تتخلى على البريم هادو ما اللي يتخذ فيها انتي لانا انتي ما تجيش اللي كيب ناسيونال جي اللي كيب ناسيونال اللي ما صلحتك انتي مع انكم ش تحكوا على الماتش لا نحكيه ما يش يجعل قلب راو في البلاد هذية انا نوعدك اللي ينقلك لحاجة اللي كان نعرف كيفش نتعامله نحط الشخص المناسب في المكان المناسب والملاعبين اللي تاكل في الملاوي قبلنا الماتش بربي خلينا ساكتين وكهو خانم تحكين دخو سويا نحكيو على المباراة اليوم ماتش مهم ثلاثة نقاط اكيد تضمن المنتخب التونسي باش يكون في الكان جايل اسف خلينا نحنا في الوضعية كما هكا نبدأ معك انتي ذاكر نعطيكم التشكيلة متع المنتخب بنسبة كبيرة باش تكون عن نحو التالي امان الله مميش في غارديان كان فمشك شوية مع ايمن دحمان لكن الاختيار يبدو لي ماشي اكثر لامان الله مميش علي موجد كشريدة علي سار علي العابدي في محور الدفاع كالعادة ثنائي الطالبي ومرياح قدامهم السخيري والعيدوني في وسط الميدان كان فمشك بين رفاعة وبرمضان لكن الاقرب بنسبة كبيرة باش يكون محمد علي برمضان فممو فيش ايت شوية في الخط الامامي حازم مستوري اساسي في اول دعوة يلقى روحه مع المنتخب في ادغال افريقيا اساسي في مقابلة كما هكا جنوب افريقيا معتها معتها محترمين برشة عالمين لاعب بارما نسل حاج محمد باش يكون ايضا اول مركة اساسي في المنتخب وعلي سار سيفل الطيف يعود لتشكيل اساسي المنتخب نحكيه بشوية بشوية نبدأ معك انتي ذكر امان الله من ميش تعضى بفترة شك ايمان ضحمين مستوى كبير خاصة في الماتش الاخير امان الله من ميش مع المنتخب يقدم في مستوى محترم الحق من يكذبوش على الرجل مغلوطش مع المنتخب قيس العقوب يختار الشواء انه يكمل في الشواء متعاميش كيفاش تقرأ الشواء هذا؟ معقول كما كنت تحكي مميش معطا مغلوطش في المنتخب معقول البوست ذيكرا مميش معطا مغلوطش في المنتخب 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 كما قلت الزوزي اللي موجودون في النوادي يجووا يقولوا والله يزوز حراس كبار رانا ممشي يستنفعوا منه قاعدين تسمى ضررتين بالنسبة لنا بن سعيد نرمال مورة اراو خرج مشاعر روحه السعودية ويقعد وقال لكي تخلهوا للتراجئ يخرج من ميشي تستنفع منه اللي عامل قيس العقوبة في حراس المرمى لازم تكون كنا كاكا بيكون هو موجود بالنسبة للدفاع واللحس الاربع الموجودين تنقدموا تنقدموا يدفاع سي المنجي معت الدحمان برابور المستوى اللي شفنا ما كانش يستحق يكون مع ايخوة يرجع هو والانتي مع ذكر تخير يكون فما معتها استقرار في المركز الذكر لان هنخير مميش لان اليوم على خطر صارت اغلاط ومالقريتو الاغلاط اللي صارت صارت في ترجرية تونسي كي مقال خويا ذكر ومبلويس ترجرية تونسي فاز ما ننهزمش ما ننسيوش اللي ايمن دحمان زادت عادة بظروف صعبة وصعبة جدا في السعودية نزيل مكي عادة مباراة منتازة مع الندي سفرسي لكن اليوم الاولويات جي الامانهلا مميش خلات اليوم الملعب هذي في الظروف هذي انتي تلقى صعبة كان في الظروف صعبة اليوم في الظروف هذي اللي صارت له سيطر صعبة جدا في الظروف صعبة اليوم الميور غارديان دوناروما في پاريسان جرمان الكلوم وكلوم سانسيكسي نتفكروا عليش لستabilité كي مقال خويا ذكروا وقالوا الخويا نسي داليو قالوا لستabilité ديفنسي فرمو مهمة برشان تفكروا عن ايوغو لوريس في الإكيب دو فرنس وفيتو تنامات سبيرس وقت اليوغو لوريس في تنامات سبيرس عندو ثلاث حراس مرما احتياطين يلعبوا في الفرق الفرق القومية متاحهم يعني يوريك اللي اليوم امن الله مميش على عمره على الركناس متاع الفيفا كن فتور جران غارديان دون الموند فيك يلزم امن الله مميش يكون موجود وبرافو القيس العقوبي داور بري ستديسيديان باشي اليوم احنا عناك لانا ركناس عليش انتي فرجاني ساسي عسجل لك هدف ورشحنا وكل شي تناحي عليه اذا كان ثم حاجات امور انترن نلقاوا حلول ارى ورجوع قديش لي قاعد فرجاني ساسي مرجع مجيش الليكيب ناسونال بعد ترجعوا يساجل هدفهم بعد ناحية من القايمة اسباب الله وعلم فهمت ماذا بينا يوضحونا الاشيه هذيه باش خليوا الاستقرار خطر انا انا بزوان دو جوار كادره في الليكيب ناسونال اقسموا بلا العظيمة انتناقلوا على تمامي حمده لله كي غلط صارت انتصارات كي ما قلت انت انا ما كانش اسباب في هزيمة لانه السيواتوماتيك في جانادي كبير يتنحى الزهر المتعوه هو جاي في صالحو لغلاتي اللي صارت انتصر الترجم طو سيعلي فما حتى في التعليقات هذا الاسم وولف مثلا نقول لك دا حميل مثلا لعب كنزوز متشويت مع السياس معنى ما لعب معندوش برشة في السقيب معنى دونك شواء معقول انه يكون معاتها هو القرديان ثاني اليوم في المنتخب لا انا متفق مع الوخيان ستيني ساج انديسيزيون تريساج فهمتني ولا خاطر حبوا يدخلوا نوعا ما الامور متاع الفراق والتنافس النزيه لما بينا بعض الجامعيات الفوق يدوروا على الدارين اللي مميش الاغلاط موجودة غلطنا في كاس عالم مش غلطنا في مباراة لكن كلمة باية قالها ذاكر هو الاغلاط جيت بعد انتصارات مش غلط وخسرت الجامعية لكن 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 لابده واحد باش يصلح من الاخطاء متاعه يلازمو فيك اهاو الموفيد اخويا لانا شنو اللي صار بالنسب المميش اهو سهل ياسر هي الحكاية هو عدم التركيز سيلاه كونسنتراسيون انا نتبع فيه سمعني انا نتبع فيه من اللي كان عنا في السلكشون قدي وبعد جينيور نمشي نتفرج فيه في الماتش الباية نتفرج فيه مرة في سليمان انا والمدربة متاعه ناجحة تومي في جينيور خوي رابحة اللي ليت متاع الاسبرانس مع الكلية برابحة دوزان في سليمان لعبوا اسبرانس الدربي لعبوه في سليمان كانت فكر وقت عاودوه رابحة الاسبرانس يوالي يوقف الكورة بصدره يعمل يوقف الكورة بصدره يعمل دي جيست دي مانك دي كونسنتراسيون هو قليل كليف عني متاع الهجاية ونقولوا له وراهوا مصلحوا اسمع فيك هو قليل في الصغرة متاع وكان عنده معطا حبوه حتى حكيت مع عبوه حتى كان عنده إعب سقي كان خمم بين غارديان وملاعبة بعض اختار انه يومشي غارديان انا انا رانيت حتى بوه رانيت و بوه ونعرف عقلته وحارس ممتاز وحارس خدائن برشة الطاي ونالعبش في النفوه كبير لكن على مستوى عالي. وطوى من ناحس المدربين. اي من ناحس المدربين في الليبان. في اهل طرابلس. قصيت علي كم الفكرة متاعك قتل يلعب بسقيه. كيف يبدأ رابح هو. يبدأ رابح كل شيء. يخر شوية من التركيز متاعه. ويدخل في الماتهات الاخرى. ونشدوه ونوصيوه فيه. من اللي كان كديرا. كان هو المغزاوي. كان المغزاوي هو النمبر وان. وهو ثاني. في الحراسة وحارسة اخرى من القرون كان الثالث. يعني. وصول البيش. رقم واحد مغزاوي. مغزاوي كاني. وصول البيش يا سلام. بالخدمة. بالانضباط. اللي حاطة متاع جمعيته. اللي حاطة متاع ابوه ووالده. اللي حاطة بفريق القومي. فهمتي. والفرصة اللي نالها واللي غيره مغزايت. مفتا. استحفظ عليها. في فرقه. لكن ننصحه يرد باله. التركيز. عاش ولدي. ألعب سامبل. وألعب ارتاح. جدك فرصة راي فرص لعمر ردي. حسني. حسني. كيفيش. spearني عم ربي. قبل ما تخ informي يا سي حسني. ثم نقطة ما عطتوهش معنا معنا ما عطيناهاش قيمة. آآ 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 believers mujer Benjamin charad يجب أن يكون لديه مراند لكيب ناشينال. اليوم لا يمت لديه برشاة لرهيال مادريد لونين ونير في بيرمونيخ. أعمل نفس الأغلاط. أغلاط حبي كور. أنا أقول له ديما كما قال سيد علي على منالة مميش. أنت تدبر أنت. أنت. أنت دفنسور وقت ديجاجي الكورة في التريبيون. الجمهوري صفق عليه. الحارس المر مهيز من نفس الشي. المراني لديك. المراني لديك. هذا هو العمل الذي يزم أن تخدمه. لأن عندك المراني لديك مراني لكيب ناشينال. تحب أن تكرارنا. ها هو مراني. يجب أن تشترك. بالعكس. يجب أن تجاب حذاب بن سعيد. حسني في التعليقات حنا باعلي يقول بالعكس حاجة لازمة في الكرة العصرية القرديان يكون يلعب بساقية ما هيش دليل على الاستهتار وقل التركيز هو شوف يليب ينشر كلام الاخ في مكانه يعني يلزم القرديان يكون يعني ممتلك الكفائية متاع حراسة المرمى وفي نفس الوقت يعرف يلعب بساقية لانه في توجد في مقابلة انه في وضعياته يعرف يلعب بساقية في تخريج كرة ولا في غيره هذا يلعب بساقية ليس they щобي نراحن كيف رأي donde ال談ق بساقية لا شوف انا اعتقد اولا ساعه على مستوى تشكيله متاع اليوم اختيار امين الله مميش هو شوف قيص ructure العقوبي في تقدير شيخي كان امام زوز معايير الجهزيه او الاستمراريه ينت gli اختار الجهزيه ي اعتقد باختيار مميش قيص الاعكوبة ارجح الاستمراريه على الجهزيه ليش ب هذا BE Y's أمان الله مميش هو مستوى أنت تعطي بلو الدحمين جاهز معناه أوكي ظهر مستوى محترم في مقابلة الآخرى لكنه ملعبش برشا هي قائمة لكل عشر تكست وننشي ونرجع ولا القائمة اللي حكي عليها قائس العقوبية وقال أنا حاولت نكون يعني منصف وقائمة نخوف من ربي وكل شيء بالضبط احتمتت على جاهي زيان هو في تخديري شخصي يقول لك أنا مدام مدام أمان الله مميش في المنتخب بتوصي مستوى يعني محترم وإيجابي نحافظ على أمن الله مميش بعكس ذلك اللي ريناه في البطولة حارس مميش 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 معها يعني ولدنا ومشي اللي أخونا صغير وبوه صديقنا مش هدايا ومستقبل حراسة في تونس ولكن رد بالك رهو الأخطاء خاصة في مقابلات حساسة لقدر الله لقدر الله كما قالت واذكر إذا كان تعمل غلطة لقدر الله في مقابلة مع شنا مع جولي با ولا مع بيراميدز وتستسبب كما قالت وإذا اليوم لقدر الله زد ونتولي راو بتعرف راو الترجي من الفريق براو أولادها وكذلك راو الغلاط جمولة صايت ما تسمحش ما تسمحش ما تسمحش صارت مع عمل عبية كبار صحيح لكن ما تسمحش هو معوز بن شريفة يبيدو قد معطاه الترجي وقدم هذا القاب لما العبيت تنسى سليم سليم أخطر 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 بوست نتاكو يغلط دمي صالح الدفنسوري إن شاء الله هي الخبرة الخبرة هي مجموعة الأخطاء اللي يرتكبها اللاعب أو الإنسان في حياته تقولوا عندي خبرة كيف سنعندو خبرة خطر عمل الأخطاء ديجا إن شاء الله الأخطاء هذية تنقص إن شاء الله المنسوبة متاحة يقتص أكثر تركيز كما قالت يا علي أكثر ثقة أكثر يعني انضيبات في بعض التصديات وكل شي حتى يتجنب الحارس مثل هذه الأخطاء أتي قلت كذي كما جيه في موشي وقت اللي وقته يا أسلام رو قد تكلفه غاليا اختار الاستمرارية له ذلك أنا متفقل إن شاء الله يجي بنا الماتش إن شاء الله نحنا رو شوف محبتنا لي مميش باعتباره عنصر يعني بصراحة واعد وكل شي يعني خلينا وعمنا مشاكل في اللي قرديان عمناوى الناس كل فرحنا بالمستوى اللي قدمه هو وخاصة شوف خجزة ثانية خاصة نشكو رجعنا للفراق اللي هي مرئية للمنتخب إذا كان لقدر الله تغلط أنت وراك أبا حجير خطر بشير بسعيد كان يخل فرصة في تقدير شخصي مع شفلتها حسني بالخبرة اللي عنده وبالزاد اللي عنده وبالكريير اللي عنده إذا كان بن سعيد يخل فرصة في الترجي لن يفوتها عن نفسه وسيكون الحارس الأساسي وبالتالي مميش مطالب بأكثر تركيز انضباط على مستوى الميدان على مستوى الفنيات ويتحاشى تلك الأخطاء نعم بسرعة نعم ملخصة لحكاية الحرس المرمى ما فم حتى تونسي من جمعية الكل يقول لك مميش ما عارش يشد لا يا ساعة ما تفهمي فيه لا لا فهمه لا لا فم بعض العقليات بصراحة متعصب برشة جماعية الحارس في العمور هذيك عندنا مدة مطلعش حارس في العمور هذيك يلا في كيب سينيور في بريسيون هذيك بضحكوا لا بتفل العام اليوم كنا ربعين ماتشرة بسينيور ما بينزوز مواسم فيهم بريسيون فيهم كيس إفريقيا فيهم سفر زاد عزيز فيهم ناس أكبر منه في بوست كيما هذيك عنا مدمرينيش لكن عليش هو متصورورة وسمعنا ولا يسمع فينا ولا أبوه اللي هو أخونا وصاحبنا لازم يفهم حاجة للحارس مرمى اللي صارت إحاته متع دلال ليهو لأنه حارس آخر يتنحى من لو لغلطة واللغلطة اللي صاروا ما هو مش غلطة متع تحدي التحديد شوفوا تراجي معناها دلال نعتقد خطر ريزولتالي رابحة لا 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 حتى رابحة رابحة راوراك بن سعيد رابحة ما انت يستنى في البوست بتاعه متع دلال ليهو مش كلمة خايبة راود ليلة ما انت سمع الوضايا عارفوا يتصرفوا معه لزمو وفق مع ثقة لزمو وفق اللي هو رد اللي بريسون عليه مش ريزولتالي ردت عليه هو جيل بريسون ليه إن شاء الله اليوم يكون في المستوى ويكون هو سبب كلمة خرمنا بارك السلام في حارس مرمى عشرة ثواني يزم الحارس أمان من الله من ميش يرجع للماضي والدروس على الماضي وبعد ذا علي الكعبي وما ينساش شماذا حدث بعد طوقة وما أدراك قبيلة يعني أسريح سريلة من كأس العالم بالحياة دروس خاين قدموا لكم بارتي مولوكريم مش نحكيوا على وسط الميدان الاختيارات وكذلك الهجوم لكن ذاك أعطيكم هتاك السنداج حتى التوى ما هي نتيجة لتتوقح على المنتخب التونسي في مواجهة مدقاش خل فما تفاقل الولاد في الملجى مهور 55% فوز 22% تعادل و23% هزيمة فما تفاقل الملجى مهور بتحقيق الانتصار 55% نسبة أكبر 55% برشة مش متفاعلين حشموا أيضم شوية 25% هزيمة نمشي وفاصل يوريك اللي ثيقم على الجمهير التونسي معج ودي شانس متع الجوارات بشير بحوث ثيقه هدية برا برا على البيبليس نمشي وفاصل موزيك وبعد نكمل بقيت الزيقم تحصتنا اليوم نمشي وفاصل مهور شكرا